السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. وهو درس بعنوان ادوات النفي. طيب. اه بداية كده. اه النفي ده يا شباب ان انت بتقول ان انت ما بتعملش الحاجة دي. او مش هتعمل الحاجة دي. كلمة مش هعمل او مش بعمل دي في اللغة العربية اسمها ايه? ادوات النفي. اسمها نفي. طيب او اسمه اسلوب نفي. اه عشان ان في حاجة محتاج اداة. علشان ان في كلام معين او شيء معين او فعله معين. محتاج اداة اسمها ايه? ادوات النفي. طيب تعالوا كده نتشوف مع بعض. ايه ادوات النفي اللي عندنا السنة دي? ادوات النفي هي لم ولن ولا النفي. نحفظ بقى مع بعض كده. ادوات النفي اللي عندي هي لم لن لا النفي. والحقيقة ان كل اداة من هذه الادوات لها استخدام معين واول اداة هي لم وتعالوا كده نتشوف مع بعض استخدام اداة النفي لم. لم يا شباب بتنفي الفعل مضارع في الزمن الماضي. بتنفي? الفعل مضارع ركز كده في الكلام? بتنفي الفعل مضارع بتقول انت ما كنتش بتعمل حاجة ديات في الزمن الماضي. زي المثال اللي هيوضح قدامنا دلوقتي. سلام رحيم. المثال بقول ايه? انا لم اهمل في واجبي. انا سألت واحد مثلا هافترض كده. الناس سألت واحد وقلت له هل اهملت في واجبك? هل اهملت في واجبك? هيقول لي ايه? انا لم اهمل في واجبي. انا ما كنتش باهمل في واجبي. طيب باسأل واحد بقول له هل شاهدت صديقك امس? انت شفت صديقك انبارح? هيقول لي ايه? انا لم اشاهد صديقي امس. انا لم اشاهد صديقي امس. يعني خلصتي الكلام? ان لم لم تنفي الفعل مضارع في الزمن الماضي. طيب الاداة اللي بعد كده قلنا ايه? حد فاكر ايوة لن. الاداة التانية هي لن. ولن لن عكس لم. ركزوا يا شباب لن عكس لم. قلنا في لم ان هي بتنفي الفعل مضارع في الزمن الماضي. لكن لن بتنفي الفعل مضارع في المستقبل. انت عايز تقول انا والله مش هزور مثلا صديقي. انا مش هروح للنادي. مش هعمل كذا. يبقى لازم تستخدم ده في المستقبل مدام انت هتنفي الفعل المضارع في المستقبل يبقى بتستخدم اداة النفي لن. زي ايه? انا بسأل واحد هقول له هل سوف تهمل دروسك ده في المستقبل اهو? هو انت هتهمل في دروسك? هيقول لي ايه? لن اهمل دروسي. لن اهمل دروسي يعني باللهجة العامية انا مش هاهمل دروسي. طيب. بسأل واحد. اقول له مثلا ايه? هل سوف تشاهد صديقك غدا? هيقول ليه? ده طبعا غدا ده بيدل على المستقبل. هيقول ليه? لن اشاهد صديقي غدا. لن اشاهد صديقي غدا. يبقى لن بتستخدم في الايه? في نفي الفعل المضارع في المستقبل. زي ما احنا لاحظنا في لم ان هي لا تدخل الا على الفعل المضارع. كذلك لن لا تدخل الا على الفعل المضارع. يعني لم ولن اللي اتنين بدخله على الافعال. الاداءة التالتة اللي عندي دلوقتي هي توحي نشوف كده لنا في حكايتها ايه? لنا في بتدخل على الاسم وتدخل على الفعل. تمام? مش نفتكت كده مع بعض? ان لم و لم ما كانوش بيدخله الا على الفعل المدارع لكن لا النافية بتخش على الاسم وباتخش على الفعل. زي مثلا ت Ruby بتاع ذلك لكتابه ل رايبة فيه. ل رايبة فيه. اه رايبة يعني شك. وشك هنا ايه? او هنا ايه? اسم. زي مثلا المقولة بتاعت لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا حول اسم وقوة اسم. يعني لن نافية دخلت هنا على الاسم. بعد كده ممكن تخش على الفعل. زي مثلا الامثال اللي واضح قدامنا بقول ليه? المؤمن لا يغش. المؤمن لا يغش. انا بنفل غش عن المؤمن. انا مثلا اه عايز اتكلم عن نفسي. ممكن اقول ايه? انا لا اهمل في واجبي. انا حاليا ده بيدل على على الزمن اللي فيه. انا لا اهمل في واجبي. انا لا العب في وسط الطريق وهكذا. زي ما احنا ملاحظين ان لا بتدخل اسم وتدخل على الفعل. اه خلاصة الكلام ان ادوات النفل اللي عندي هم تلات ادوات لم وبتدخل على الفعل المضارع وبتقلبه في الزمن الماضي او بتنفيه في الزمن الماضي. اه بعد كده عندي الاداية اللي بعد كده اللي هي لن. ولن زي ما قلنا عكس لم وهي بتنفي الفعل المضارع في المستقبل والاتنين مش بدخول الا على افعال وبعد كده عندي اخر اداة وهي لا النافية وبتدخل على الاسم وتدخل على الفعل زي ما احنا شايفين وبكده نكون وصلنا نهاية درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته